خبر عاجل إصابة وزيرة الثقافة الروسية بفيروس كورونا يحدثنا عن ذلك أكثر مراسلنا من موسكو محمد حسن محمد ضعنا في آخر التطورات نعم فعلا آخر خبر ربما هو إصابة وزيرة الثقافة وهي المسؤولة الروسية الثالثة التي تصاب في الحكومة الروسية طبعا قبلها كان هناك رئيس الوزراء الروسي الذي يقضي الآن فترة الحجر الصحي وهم يخضعون إلى رقابة الأطباء وعلاج الأطباء وطبعا كان هناك تأويلات هل سيعود رئيس الوزراء إلى منصبه بعد أن يشفى من المرض ولكن كان هناك جدل كبير حول هذا الموضوع ثم خرج المتحدث باسم الكراملين وقال نعم سوف يعود وقطع الشك باليقين أما عن الأرقام لليوم الرابع على التوالي نقطة عدد الإصابات تتراوح بين 10500 زائد ناقص 100 إصابة مع انخفاض نسبي مقارنة بالدول الأخرى لعداد الوفيات التي لا تتجاوز المئة وفاة يوميا حتى الآن في روسيا وحول هذا رقم عدد الوفيات أيضا هناك جدل كبير إذ يقول البعض أن عدد كبير من الوفيات تسجل على أنها التهاب رئى ولا تسجل على أنها كوفيد لذلك هناك إشارات استفهام كبيرة بعد أقل من ساعة هناك موعد للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باللجنة المعنية بمكافحة فيروس كورونا عبر تقنية الفيديو سيبحث معهم التكليف الذي كلفهم إياه بوضع خطة للخروج من الحجر الصحي ابتداء من يوم الثاني عشر من مايو القادم إن سيكون هناك فعلا تخفيف من هذه الإجراءات اعتمادا على المعطيات المتعلقة بالإصابات بكورونا بناء على هذا سوف يعطي أوامره أو نصائحه التي تعتبر بمثابة قرارات في الواقع حول الخروج من هذا الموضوع وروسيا بغض النظر عن الإصابات والتي لم تصل إلى الذروة حسب وزير الصحة بحاطته أمام مجلس الدومة اليوم إلا أن الضغط الناتج عن الضائقة الاقتصادية هو الذي يدفع السلطات الروسية للخروج أو التخفيف من نظام العزل الصحي شكرا لك مراسلنا محمد حسن كنت معنا من مراسل